الداخلية تعلن مقتل ثمانية عشر عنصوراً إرهابياً في تبادل إطلاق النار لدى استهداف وقرهم بمدينة بئر العبد في شمال سيناء كورونا يحصد حياة أكثر من مائتين وواحد وأربعين ألف شخص حول العالم والولايات المتحدة الأكثر تضرراً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعبر عن سعادته بظهور الضعيم كوريا الشمالية أعلنت وزارة الداخلية مقتل ثمانية عشر إرهابياً في تبادل إطلاق النار لدى استهداف وقرهم بأحد المنازل بمحيط مدينة بئر العبد في شمال سيناء وقال بيانه لوزارة الداخلية أنها نفذت الهجوم لدى توفر معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية هذا الوقر لتنفيذ عملياتهم العدائية حيث تم استهداف منطقة اختبائهما مشيرة إلى أن تبادل لإطلاق النار أصفر عن مقتل ثمانية عشر إرهابياً والعثور بحوزتهم على ثلاثة عشر سلاحاً ألياً وثلاث عبوات معدة للتفجير وحزامين ناسفين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية أعلنت وزارة الصحة عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحية ليرتفع إجمالية المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد مجاهد أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 1970 حالة وأضاف مجاهد أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معملياً للفيروس لفتاً إلى وفاة تسع حالات أودت جائحة فيروس كورونا بحياة أكثر من 241 ألف شخص على الأقل منذ ظهور الجائحة للمرة الأولى في الصين وفق تعداد لوكالة فرانس بريس وبحسب الوكالة فقد تم تسجيل ما يقرب من 3 ملايين وأربعمائة ألف إصابة في 195 دولة ومنطقة وجاءت الولايات المتحدة كأكثر الدول تضرراً جراء الوباء إذا سجلت حصيلة الوفيات في أراضيها أكثر من 65 ألفاً من أصل مليون ومائة ألف إصابة أكد حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندروكومو معارضته مطالب سابقة لأوانها بإعادة فتح الولاية ومع تحرك حكام نصف الولايات الأمريكية تقريباً لإعادة فتح النشاط الاقتصادي بشكل جزئي قال كامو إنه بحاجة إلى معلومات أكثر عن تأثير الجائحة على نيويورك أشد الولايات تضرراً بالوباء قبل أن يخفف القيود قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت أربعة ألاف وتسعمائة وسبعين حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وأضافت الوزارة أن الإصابات الجديدة ترفع الإجمالي لأكثر من خمسة وتسعين ألفاً بينما تم تسجيل أربعمائة وإحدى وعشرين حالة وفاة خلال الأربع وعشرين الساعة الماضية ليبلغ الإجمالي ستة ألاف وسبعمائة وخمسين أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل أربع وثلاثين وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة موسكو ليرتفع العدد الإجمالي إلى سبعمائة وتسعة وعشرين شخصاً وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن الحصيلة العامة للمتوفيين في العاصمة بلغت حتى الآن سبعمائة وتسعة وعشرين شخصاً وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا حيث سجلت في العاصمة اثنتين وستين ألفاً أو اثنين وستين ألفاً وستمائة وثماني وخمسين حالة إصابة قل مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيل صالح أن المجلس في حل من الاتفاق السياسي وأنه لم يمنح حكومة الوفاق غير الشرعية الثقة في أي يوم من الأيام وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي في بياناً أن الجماعات التكفيرية والموالين لها والدعمين يسعون لشق الصف الوطني المتمثل في الجيش ومجلس النواب بهدف تدويل الأزمة وتحويل ليبيا ساحة للصراع الطويل الأمد وجدد البيان دعم مجلس النواب الليبي لقيادة العامة للجيش الليبي بهدف تحرير البلاد من التنظيمات والجماعات المتطرفة وضد الذين يسعون لخارق الصف الوطني وتفتيت النسيج الاجتماعي الليبي عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سعادته لرؤية زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بصحة جيدة بعد أول ظهور له منذ اختفائه قبل نحو عشرين يوما ونشر الرئيس الأمريكي صورا لكيم جونج أون خلال مشاركته مراسم الانتهاء من بناء مصنع للأسمدة في منطقة شمالية العاصمة بيونج يونج للمرة الأولى منذ عشرين يوما في حدث علنية انتهى الموجز الإخباري ولمزيدا من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري اشتركوا في اكسترانيوز.tv شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة